موقع تلفزيون سوريا حقق مشاهدات جيدة خلال عام من انطلاقه لمعلومات أكثر عن موقع تلفزيون سوريا نشاهد الانفوغراف التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونجاحات إن شاء الله بإذن الله إذا منا نحكي عن الموقع فلس نحكي شوي عن الانطلاق النمو أكثر البوابات متابعة بموقع تلفزيون سوريا بالنسبة للموقع مثل ما بتعرفوا انطلقنا قبل القناة بأيام قليلة جدا صحيح كان قبل بيومين ثلاثة الحمد لله رب العالمين نقول خلال الفترة الماضية قدرنا نحقق نسبة نجاح جيدة جدا عن مستوى الموقع طبعا مثل ما بتعرفوا الموقع مقسم لأبواب نعم بداية خلينا نحكي على نسبة دخول إلى الموقع كيف ارتفعت خلال هذه السنة نحن نبال الموقع خلال فترة كتير وجيزة قدرنا نحقق خلال خمس ستة شهر قدرنا نوصل لتلاتة وعشرين ألف تصنيفنا على أليكسا وهذا كان جهد كتير كبير بدل من طاقم العمل طبعا أنا جزء من كدر العمل نحن فريق عمل إن شاء الله قدرنا نقول نحن قدرنا نحقق نسبة لبأس فيها من المتابعة والقراءة الموضوع الثاني تقريبا قدرنا نحافظ حاليا على مثل ما موجود بالانفوغراف قبل شوية شفنا معدل تقريبا خمس مئة وعشرين ألف مشاهدة شهرية دخول شهري يعني زائر إلى وين أكتر شي عم يكون الزوار هلأ البث المباشر أم للأخبار أم لمشاهدة البرامج أكيد موضوع الأخبار كان له حيز كبير كتير يعني بالنسبة للموقع ودخول للموقع أكيد كمان بقية البرامج كان إلى دور خاصة دعمه عن طريق السوشال ميديا كان إلى دور كتير كبير لكن بدرجة أولى أنه كان موضوع القضايا الاجتماعية كان إلى حيز كتير كبير خاصة بالنسبة للسوريين بالمهجر إذا انتبهته كان الخبر رقم واحد وخبر خدمي له علاقة هذا اللي بيمس السوريين وين مكانوا أكثر شيء بالضبط تحديدا يعني أوكي الأخبار السياسية إلى حيز الأخبار الميدانية إلى حيز لكن فعلا كانت الأخبار الخدمية اللي بتهم قضايا الناس اللي بتمس يعني خاصة الموجودين بالمهجر ونسبة كبيرة من المتابعة إن كانت تلفزيون سورو والموقع بالتحديد في نسبة كبيرة من السوريين بالمهجر فرص إذا فينا نفند بس أبواب الموقع تذكرنا ياهون الموقع مقسم بالنسبة للأخبار سكشن الأخبار فيه أخبار سياسية وأخبار ميدانية وأخبار اجتماعية وفيه أخبار منوعة بالإضافة كمان لفيه قطاع إنه كتير مهم كمان ما نخف له قطاع الرأي كتاب الرأي كمان فيه نسبة يعني فيه عنا عدد من الكتاب المميزين اللي قدرنا كمان نستقطر نسبة كبيرة من الجمهور وخاصة القراء خليني نقول النخبة إلى حد ما بالإضافة كمان لفيه أبواب تاني إلى علاقة بالقناة وتخديم يعني برامج القناة كمان بات يعني موجودة على الموقع بدنا نشكرك أكيد في راس نشكر كل فريق الموقع نحن استضفنا شخص واحد وأكيد فيه ناس وراء الكواليس نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تكونوا راضين على الإقبال على الموقع من خلال الجهود اللي بدلتوا خلال السنة الماضية شكرا لإلك ولوجودك شكرا لك شكرا لك نروح لحاكي ميديا يسعد مساكن جميع مشاهدين ويسعد مساكن أيها مروان وإيضا لفراس كل عام أنت بخير في الذكرى الأولى لانطلاق تلفزيون سوريا طبعا شمعة أولى يطفئها تلفزيون سوريا اليوم مع انقضاء أول عام له في الفضاء السوري عام تناول فيه التلفزيون بشكل عام ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص آلاف القصص وألاف التقارير أسعد وأحزن أضحك وأبكى أصاب وأخطأ ولكن الأهم من ذلك وذاك هو أنه لم لم سورية كل فرد منه ليطلقها كلمة مدوية حرية للأبد حضور منصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حديثنا لليوم أيهم وروان يعني اليوم حكي ميديا ستكون استثنائية لن نتحدث عن الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن سنتحدث عن ما حققه تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي منصة تلفزيون سوريا على يوتيوب كان لها حضور قوي حيث وصلت إلى نحو 282 ألف مشترك منذ انطلاق التلفزيون كما تعتبر هذه المنصة على يوتيوب تعتبر مرجعاً أساسياً للعودة إلى جميع أو معظم ما تم عرضه على التلفزيون طبعاً بعد الموقع الإلكتروني ووصلت المشاهدات على قناتنا على يوتيوب إلى نحو 69 ألف أو أكثر من 69 مليون سوينها ألفية مليون منذ انطلاق القناة في شباط العام الفائت بالانتقال إلى صفحتنا على الفيسبوك فقد وصلت الصفحة إلى حوالي مليون وخمسين ألف مشترك أو أكثر من خمسين ألف مشترك بعد المليون لحظة انتقاط هذه الصورة التي تشاهدونها وساهمت الصفحة بقوة بنشر مواد تلفزيون سوريا ونشرها لدى الجمهور السوري المنتشر حول العالم طبعاً عم نشوف صور صفحتنا على الفيسبوك صفحة حققت نتائج عالية جداً في المشاهدات ووصلت هذه المشاهدات على الصفحة تقريباً إلى 224 مليون دقيقة بعموم الصفحة و297 مليون دقيقة لمقاطع الفيديو مثل ما عم يشوف بالأحصائيات اللي نحن نقدر نحصل عليها من داخل الصفحة بالرؤى يعني عم نحكي عن أرقام طيبة إلى الآن على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وعلى إنستجرام أيضاً نحن موجودون أيضاً على إنستجرام تلفزيون سوريا وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 54 ألف متابع والقناة ما تزال يمكن إلى حد ما جديدة يعني هي أجت بعد اليوتيوب والفيسبوك وبالتالي يعني ما صر لوقت وقت طويل يعني أنه نفس الوقت اللي أخذوا اليوتيوب والفيسبوك ولكن هي حتى الإنستجرام كمنصة تلفزيون هي قليلة الاستخدام يعني أكثر الناس يعني بيعتمدوا على اليوتيوب والفيسبوك فيما يخص منصات تلفزيون تماماً سأنتقل الآن إلى أعلى المشاهدات التي حققتها منصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي سأبدأ باليوتيوب حيث حقق فيديو أحمد حمادة وقصة هروبه من الإعدام في سجون النظام حقق أعلى مشاهدة حتى الآن بأكثر من مليون ومئة ألف مشاهدة وهو بالطبع كما نعرف في ضمن برنامج جياحورية الذي يعرض على تلفزيون سوريا وأيضاً سيعرض المسم الثاني منه قريباً وبالانتقال إلى صفحة تلفزيون سوريا أو بالعودة إلى صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك حقق فيديو الطفلة سندوس والذي صورته سندوس من الغوطة الشرقية أعلى مشاهدة بحوالي 6 ملايين مشاهدة على الصفحة حتى الآن كلياتنا تذكر فيديو الطفلة سندوس من الغوطة الشرقية في اللحظات الأخيرة لخروج الأهالي من الغوطة الشرقية وكان فيديو مؤثر جداً وقدمت فيه سندس رسالة لكل العالم أنا معي مجموعة من الرسائل اللي بعدت ومشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا مجموعة من التعليقات حابين بس يكن نشارك في نعرضها نرى لكم إياها وفي مبارفزة بيظل معي وقت لسه فيه كمان معي قصاص أخرى سأبدأ من أسير الذي يقول أسعد الله سوريا والسوريين أجمعين نتوجه لكل القائمين على هذه القناة بالشكر وأتمنى لهم التفوق في كل المجالات ومن محبة لكم أتمنى أن تكون هناك حلقات تمثيلية ولو مصغرة يعني ضمن استوديو لحياة السوريين في كل مفاصل الدولة لترسيخ صورة قوية عند المشاهد بمشاعد هذا النظام ومعاونه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام أو فائق احترامي وآسف لأني أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسير يعني عم يحكي عن حلقات تمثيلية بتوقع يا أسير أننا تم تقديم العديد من السكتشات سواء كان كوميدية أو سياسية في مختلف البرامج التي تبث على تلفزيون سوريا ناخد تعليق آخر أو رسالة نحن نحكيهم بالرسائل علاء بيقول مرحبا يعطيكم العافية أنا عندي اقتراح إذا ممكن بعض الفيديوهات بحاجة للترجمة إلى لغات أخرى نحن نعاني من مشكلة غياب المعرفة لدى الناخب الأوروبي والغربي عموما لكل ما يحدث في سوريا لا أتحدث عن كل شيء فقط الشأن السياسي الذي يصف الوضع السوري الأحزاب اليمينية تستغل جهل الناخبين بحقيقة ما يجري وتطلق شعاراتها المعادية لنا أنا أقترح إمكانية ترجمة بعض الفيديوهات إلى عدة لغات أوروبية ويمكنني المساعدة في ذلك شكرا وطاب نهاركم شكرا لك يا علاء وبالفعل تم بدأت صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك بإنتاج المواد المترجمة إلى اللغة الإنجليزية مبدئيا وأتوقع في القادمات أن الأيام سيكون هناك ترجمات للغات أخرى وطبعا حسب الموضوع المتناول بسعدنا طبعا عبد أن نسمع هايك شيء معناها فيه ناس عم تجيب أصداء وممكن فيه جمهور آخر حتى كانت فيه فقرات معينة لم يشمل حكينا فيه عن الوضع السوريين واللاجئين السوريين في تركيا وكان أكيد بهمنا أن توصل لجمهور التركي إن شاء الله تكون خطوة جديدة رح ناخد أيضا رسالة أخرى وعرف زي رسالة ولا تعليق وصلنا أمكان هاي كما رسالة هذه حملة مليونية للمطالبة من إدارة تلفزيون سوريا بعرض برنامج معرشة في أقرب وقت ممكن حيث أننا ننتظره منذ قرابة عام هاي رسالة على الصفحة أيضا على صفحتنا على فيسبوك سارة يعني إن شاء الله في قادمات الأيام سيكون يعني يجد برنامج معرشة للزميلة رشا رزق يجد النور للظهور على الشاشة كان من المفترض صح مثل ما عم تقولي أنه يكون بالدورة البرامجية الأولى منذ عام تقريبا ولكن لظروف عديدة يعني تأخر إنتاج هذا البرنامج نكمل باقي الرسائل والتعليقات ونروح لها سماح اللي بتقول الله يوفقكم على فعل الخير في كثير أشخاص بحاجة مساعدة خصوصا للأطفال جزاكم الله كل الخير سماح كانت عم تعلق على فيديو الحالات الإنسانية اللي تم رصدها من قبل صفحة تلفزيون سوريا وصلتت الضوء عليها وفيما بعد تم مساعدة هؤلاء الأشخاص تعليق آخر يمكن الأخير أو ما قبل الأخير لعمر بيقول شكرا تلفزيون سوريا على جهودكم بس يا ريت تكملوا هالطريق ما زال ألاف الأشخاص عندهم مشاكل ومعاناة نحن بالتأكيد عمر مستمرون وبفضلكم وبدعمكم بالتأكيد التعليق الأخير على هذا من الرسائل والتعليقات إبراهيم بيقول بارك الله بقال الخير وبتلفزيون سوريا والفريق المعد للتقارير لو يتم تسليط ضوء على اللاجئين في داخل تركيا شكرا لكم إبراهيم يعني نحن تقريبا تقريبا كل يوم تقريبا كل يوم يعني بيكون في شيء على اللاجئين بتركيا وبغير تركيا أيضا سواء كان بأوروبا أو بأي مكان يتواجد في سوريين يعني دايما في محاولة لعرض مشاكلهم وحالتهم سواء كامت المعنى بتركيا أو بأوروبا أنا معي لس أشياء أحكية هذه الشغلات بس يعني الوقت تداركنا روان وأيهم بدي لكم أرجع مرة تانية كل عام وتبخير كل عام وتبخير خمبينا يخل لبكرة عابر خمبينا حكي ميديا بكرة والله هو اليوم فيشو فيه ترندات كتير كان صاير على السوشال ميديا لكن اليوم يعني فقط خصصناها من أجل أنه نستعرض إنجازات منصات تلفزيون سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي لبكرة موعدنا بحكي ميديا جديد إلى اللقاء شكرا لإلك عابد بعدين كلام سوشال ميديا يعني ما بيخلص بعرف ما بيخلص بحث مضات كاملي معكم مشاهدينا فأسهل ورجعين